صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي تشوفني فيه يبرج الكوس. مهمة نبدأ مع برب الكوس الطاقة العامة. طاقتك يبرج الكوس حاليا انت في بداية جديدة في الحب او في العمل عموما في الحياة. ممكن كمان يكون الدنيا بتصالحك او علاقة فيها مصالحة جديدة مثلا. تصالح او علاقة جديدة اللي انت تحب تشوفه او تطبقه على الصورة بتاعتك. اللي بعد كده انت تقريبا يبرج الكوس يعني بتحب حد بس متخوف منه قليلا هو انت بتحب حد فعلا بس متخوف منه قليلا او شايف فيه في عيوب مسلا معينة حاجة زي كده محتفي يغيرها او انت شايفه بداية حلوة وشخص للزوز ودمه خفيف وكل حاجة. او ولكن في حاجات في حاجات قلقات. في حاجات قلقات. فتعانا نشوف مع بعض كده مش هعرش ديك ايه اللي انت قلقان منه بداية برج الكوس. كده انت نفهم الصورة بقا. الله. الله يا عبد الله. ليه كده? نبدأين كده يا برج الكوس يا بداية جديدة يا مصلحة يا حد رجع لك من الماضي ومقدم لك زي ما بيقوله كده الكاس وحاجة جديدة وبيقول لك تعالى بقى نفتح صفحة جديدة وشيل اللي حصل ما بيننا على جنب تقريبا يعني وانت متخوف منه شوية وممكن تكون معلق الموضوع معاه ولكن ولكن نفسك تبدأ بداية حلوة معاه مرضو يعني ما نقولش يعني انك تكون انت محسسه بان انت معلق الموضوع ومش وصلت فيه ولكن انت نفسك في بداية جديدة على فكرة نفسك في بداية جديدة فتعالى شوف كده المشاعر بتاعته الحلوة دي ايه ده هو شايفك حد جميل قوي ومش شايفك حد جميل مشاعره نفسها هي ابتجاهك حلوة قوي شايفك السلمي بتاعه وشايفك يعني الحب الحقيقي اللي هو لقاه ممكن بعد سنين طوار زي ما في اغنية كده بسمحة وهو كمان حاسس بان انت بتحبه على فكرة مش مش هو بس اللي بيحبك لأ ده هو حاسس بان انت كمان بتحبه وان انت كمان بتكنله المشاعر الحلوة ولكن انت مشاعرك ممكن نقول مقفولة شوية متاخدة شوية مش مقفولة انت بتفكر بعلك قوي 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 برد الكوس وهو بيفكر بمشاعره قوي تمام وشايف العلاقة من منظور المشاعر وحاسس باتجاهك بلك يعني في حب جيمة قوي ولكن انت في المقابل بتقابل ده بالتفكير واخد الموضوع على عصابك شوية انا حاسس ان هي مصلحة ولكن الشخص ده شكله وتعبك قوي 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 ولكن مشاعره حلوة وانت مشاعرك يعني يغلب عليها طبع الجدية عارف لما حد يجي يقولك انا جاي صلحك وتعلم انت اصفحك دي ده فانت بقى بتحسب الموضوع من اللي اللي انت لاي يا عم انت انت خنتني او انت كددت عليها او حاجة زي من حاجة دي وممكن برضو حلينا ناخد ربعه وقتل احنا شفناه لان العدالة او المحكمة دي يعني مشاعر صورمة ده انت زي ما تكون عارف يقولك حاطة السيب على الابتو او ايو 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 صح كده انت حاطة السيب على الابتو فعل انت يا بورج الكوس مش بقولك انت بمحكم مشاعرك قوي وبتكتكر كل اللي حاصر في العلاقة من اول الاخرها لحظة الضعف ولحظة القوة بتشوف هو عمل ايه ومعملش ايه ايه اللي انا الصح اللي عملته ايه اللي عشان كده انت محكم عقلك قوي وعمال مش عايز بالزبط انت مش عايز تظلم نفسك تاني لو هم قدملك عرض جديد فانت خايف تظلم تاني بورج الكوس فلانك انت مريت بخبة امل جمد اوي اوي في العلاقة دي كان فيها عدم توازن وكان فيها افتقار للعاطفة عشان كده هو شاعر بالعاطفة دلوقتي سبحان الله يعني حاليا اااااااااااااااااااماااااااااااا هواوا واااااااااا مش عرف كان مش مع curses او بش مش مش عار ولكن انت مني من المشاعir زي ما فيقولو كده ومحكم العقل والبيتوزن الامور اوي اوي متقول واحد اتنين تلاته ااربعه زي ما بيقولي كتاب كده بتحسب نفسك ولو جيه كلمك بتحسب كمان يعني مش مش اللي هو مش اللي هو انت واحد جيه يقولك انا محبك او انا كمان وتعالى نرجع لا لأ انت شكلك استكفيت منه قوي مريت معاه تجربة سيئة جدا او كان فيها خيبات امل كتير قوي قوي خيب ظنك كتير الظاهر ومبل ما وصلت للمرحلة دي وصلت لها بعد الشيء صعب قوي اعتذر لك يا مرك الكوس جدا عندي شوية حاجات كده في البيت فبقى افيل الفيديو فعالمهم انت علي ما رجوعنا مقام زي ما قلت لك انت محكم قوي عقلك دلوقتي في مقابل ما هو في مشاعر انا نحسن السورة التقليد التقريبا هو انت لو كنت تديله المشاعر وبدأ هو اللي كان بيستابل بقى او استعبط عليك وهو ميديك تقريباً كده عرض جديد فعلاً أو يعني بيعرض عليك مصالحة من آخر تعال نقل بالصفحة ونبدأ حلقة جديدة ولكن أنت متخوف جداً لأن كان فيه خيبك أعلى طب هو شايفك إزاي؟ هو تقريباً شايفك زي ما أنت أنت نفسك فعلاً عامل كده هو شايفك إنسان بطيء وهو إنسان زي ما بيقوله كده هو برضو ده إنسان شاعر بخبة أمل برضو يعني ده شخص يعني زرع حاجات كتير جداً ولكن لم يجني إلا ثمرة واحدة بص كم ثمرة على العشب ده أو المكان ده ولكن فيش غير حاجة واحدة فمنتظر الباقي بقى ده لما يجي ينزل فهو شايفك إن انت معلق مع الموضوع بطريقة بطيئة جداً وإن انت منتظر وتقوى إن انت ساكت هادي ما بتعملش حاجة ما بيجي يقولك مثلاً يبعث لك ميسج يقولك إزاي كامل إيه وحش تاني مثلاً فأنت بتعمله سين وما تردش يقولك طب ما تجي نرجع تقوله لأ مثلاً أو تقوله لأ بس مش بطريقة مباشرة فهو شايفك إن انت بطيئ في اتخاذ قراراتك جداً ولما حد بيقدم لك حاجة بتقعد تفتكر القديم بقى يعني إن هو بتعيش في الكوكب الزكريات كده إن انت فعلاً حقيقة فعلاً إن مشاعرك حالياً كل ما تيجي تحاول تفكر في إن انت تبدأ مع صفحة جديدة تفتكر ألم الماضي وألم الرحيم وقد إيه الأيام الصعبة اللي انت عشتها لوحدك من الغيره فإنت تعبان وهو شايفك بطيئ وشخص عنده خيبة أمل للآخر كده وإيه تاني برضو أعطاك بتعمل مع حد برج حمل أو ترابي عقرب مائي يعني أبراج اللي هتشيفها هنا خالص مين تانية حمل برضو تانية أه وأبراج ترابية طيب إنت شايفه إزاي؟ بص بقى إنت شايفه حاجة غريبة جداً إنت شايفه يا إما شخص ما هو دي النظرة النظرة بتاعتك يعني إنت شايفه إيه حالياً هو شايفك إن انت شخص بطيئ إنما إنت شايفه إن هو شخص ممكن يكون مندفع ممكن يكون شخص عصبي زيادة عن لزوم عصبي بياخد الأمور اللي هو مثلاً بتقوله حاجة يوم واخد الأمور على صدره كده آه إنت شايفه إن هو شخص بيتسرع جداً متسرع وأنت برضو ما زلت بتحبه على فكرة بس قلبك مجروح منه يعني إنت شايفه إن هو شخص عصبي وبياخد الأمور على أصابه قوي 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 وممكن يكون مثلاً موضوع تأفيه يروح هب يولع فيه وبقى تولع نار يعني إحنا محطين بنزين في مكان قد كده إن هو عكبت ببنزين كله ومولع فيها نار والموضوع يخلص ممكن يكون بتتعامل مع مرج الأسد لمرج الأسد كده برضو ولكن إنت مجروح منه قوي 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 جرحك قوي طعن التالى السيوف قالك من الأخر وإيه تاني؟ ولكن وبرغم ذلك إنت ما زلت شايفه الشخص الحنين ممكن زي ما قلت لك يكون عصبي لأنه بص يعني بص ده الامبراطور وده الامبراطور ممكن يكون عصبي ولكن حناية يعني مع إنه عصبي وبياخد الأمور على صدره قوي 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 وبيحب يتحكم ومتعصد لرأيه يعني ممكن تكون بتتنقش معاه وتقوله طب فيها إيه لما نعمل لا أنا عوّده وبقولك إيه خلصت الموضوع يا فرق خلصت إيه فضل سكا في وشك أو في وشك عموما في بنات كده في بنات عصبية أو أنت ولد فيه طبعا الرجال طبعا كلهم عصبين ولكن حناية وقلبه طيب وجميل قوي من جواه يعني هو من جواه فعلا كده هو فعلا من جواه كده على فكرة هو أجيم شعره حقيقة هو فعلا طيب وحناية وممكن وعلا فكرة ممكن يكون مثلا مع بعصب يعمل بلوك ويكلمتوش تاني أو ما تكلمكش تاني ولكن هي من جواه فعلا طيبه قوي 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 وجميلة وجميل عموما يعني وانت ما زلت شايفه النجمة انت ما زلت شايفه النجمة والفلقوس ما زال هو ليك حلم هو كان نجمة السماء وحلم بالنسبة لك وأن العلاقة دي كانت علاقة قدرية وجميلة قوي والحظ هو اللي بعتها لك الحظ هو اللي بعتها لك على فكرة انت ممكن تكون كان نفسك يرجع برضو ولو هو ما رجعش فانت نفسك ان هو يرجع مرة تانية وان الحظ بقى يرنيه في طريقك تاني لان ده برضو العدالة انت نفسك في تحقيق العدالة ممكن يكون نفسك انه يرجع مرة تانية ولكن انت شايف ان هو عصبي انت بتشوف ان هو عصبي وجرح قلبك ومن الاخر انتوا جرحتوا ببعض حاجة من الحاجتين طيب انتوا غراب قوي انتوا في ايه العلاقة دي يا تقريبا كده صوت تفاهم مولعته ببعض حاجة زي كده طب ايه الخطوة اللي هو ناوي ياخدها لما اقول الخطوة اللي ناوي ياخدها يا جماعة يبقى نشو معنا انه هو ممكن ياخدها واحد زي كده تقولي ده مرجعش مع انه كان ناوي يرجع هو بيئه دينية انا مستقبل احنا ما نشوفوش لان المستقبل ده بيتغير ولكن دينيته نيته ايه بقى نيته ياخد قرار صارم بشأن العلاقة دي ما نعرفش بقي القرار ده هل ممكن يكون قرار ان هو يرجع فعلا ويقدم العرض ده اللي هو انت خلصت انت بتاعتي خلصت خلاص مهما تعملي بقى او وطليبت خاني او العصبي اغلب الناس النصبية دي بتبقى طايمة يمكن مرج الحمل ناري وعصبي على فكرة هو متألم قوي مش زور متألم قوي قوي يعني مش مش اي كلمة ومتألم وبيحاول ان هو يخبي الالم ده بشتى الطرق هو اظهر ان هو برج الحمل او برج ناري عموما بيحاول ان هو يخبي الالم ده وما يزوروش خالص لليك ولا الغيرك ويفضل دايما عامل الوش ده وش انا مية مية مش حاجة حصلت ولا علاقة ما مشيتش واحدة جدا ولكن هو الان في عزلة وعزلة داخليا مش خارجيا ممكن يكون بشتغل وممكن يكون ظاهر ده في الوش ولكن هو في عزلة داخليا وبيحاول يبحث عن مخرج للالم والجرح ده وهو عايز ياخد قراره بالشأن اللي لقى لي بانه يبدأ بداية جديدة وظهر انه فعلا عايز يبقى بداية جديدة لانه هو مقدم لكم عرض او عموما في عرض جديد في بداية جديدة هو ناوي عايز يبدأ بداية جديدة بس هو بيخلص الالم العشر سيوف دول في عشر سيوف مطعمين في ظهر انا بقول لكم انتم خبطتوا ببعض وهو غامض اول ايام دي وداخل في عزلة جوا نفسه وكده عمالي حاسب نفسه يقول انا عملت ايه ما عملتش ايه وكان لازم ان احنا نتكلم ومشان كل ده ولكن هو شايفك ان انت بطيء ممكن يكون خايف يجي يكلمك عشان عارف ان انت بطيء وشخص دايما عارف ممكن يكون شايفك يا مرب الكوس بيتحب تايش في دور الضحية انا عارف ان اللي قول لك كده بس ممكن تكون انت من القدر اللي حصل لك انت خايف مني خايف مني انت كمان عايز تاخد ايه انت على داء تاور انت عايز انت كمان مش عاركلي عايز بطاعة تديدة تطمح اللي البداية الجديدة انت كمان عايز يقام شو اقولك تطمح الى البداية الجديدة على فكرة انت انت عايزه يرجع برج الكوس بس بص الاتنين دول وقفين او بتحركوش ده واقف مستاني حاجة وده واقف مبتحركش انت محسسه ان انت بطيء او يا برج الكوس انت شكلك خايف منه انت ايوة انت خايف منه يا برج الكوس انت خايف ترجع انت خايف ترجع خايف ترجع المعلاقة دي داني وحاسس انها دايرة بتليفه وترجع تاني حاسس ان انت كل ما طبعا انتو بتروحه وترجعه تروح وترجع كل ما تدخله في العلاقة تاني وتديله فرصة تانية بيعمل نفس اللي حصل زبانه فترجع تتخنه تاني فانت تعبت واستكفيت وكل ما تدي ما تاخدش حاجة غدا تدي اهتمام تدي حب تدي حنايا تدي اي حاجة وفي الاخر هب يخلم يمشي فانت تعبت قوي وعايز العدالة بقى هترجع تديني المشاعر الحقيقي انت طالب منه العدالة انت موقف مشاعرك وبتقوله لو جيت تاني تديني بقى اللي ليه ولا لا لو سمحت تديني اللي ليه ولا لا لو سمحت انا ديتك حب تديني حب فانت خايف خايف من خايف تقتي تروح لي على فكرة انت نفسك ان انت تقدم له عرض او مش تقدم له انت من جواك عايز بداية معي تاني وعايز تواصل ولكن انت واقف واقف عرف رئي انتو اللي اتنين وقفين وقفين وصات بعض وقفين وصات بعض هو ميديك الوش ده وانت ميديله الوش برج منفكر انت عايز العلاقة دي تتطرب كده فوق على دماغها وتعمل علاقة بتيدة مع عامة نفس الشخص بس علاقة ندي فوق اشتركوا في القناة